يمكن تكون اهرب بكثير من ان تنادى بمرأة جايز تكون طريقة تفكرها جرقتها جنونها لسانها ما بيوحيش انها انثى هي حالة كونتها مجموعة من الاستثناءات وخطت ملامحها تنقضات الحياة ممكن تتفق معاها في لحظة وتختلف معاها في كل اللحظات اللي بعد كده هي الشخصية المحيرة ابدا مريم نور مش مقننة ملكيش حدود الانسان ما قلو حدود انا مني امرأة انا جسد سموه امرأة او حوة بتشعوري انك انثى راحة الانوثة هي الانوثة في الشكل والشبه الانوثة في الجسد هي بالعلم 30 عند الرجل و70 عند المرأة وانا عندي 30 ذكر وهو عنده هي دي بس بالجسد بالجسد الاول المادة بالاثاريك بادي التاني بيضل الشكل انثى بس ما في اعضار جسردية بالتالت بصير الجلوي بالرابع لا اله الا الله قلتيلي انك انتي بتحبي الشيطان وبتحبي عبادة الشياطين نعم لانه الشيطان الله خلقه وعبادة الشياطين اخوتنا بس بتفهم بطريقة تانية عن غيري هيدا انسى قالوا دي الله تحب الشيطان حتى صار خية فإذا الشيطان خلقوا الله قد ما تحبه بصير يطيع الله مثله بدي يحب الشيطان بدي يحب الغافل بدي يحب الجاهل هيدا امتحان هيدا تعلمت من الام تريزا قالتي خليكي معي من روح عجهنم قلت لعجهنم بدي روح انا عشت مع عشرين لأني تريزا عايزة لعجهنم انا حاجة انت مش مقتنعة ان امك كانت امك وابوك كان ابوك هاو دي ابوي وامي بالدنيا بس هاو دي اخوتي في الطريق يعني بس اخدت رحم امي هاو دي مش ابوها واهلة يعني الحاجة اللي بتربطك بيها بس انتك استعملت تيها واسيلة حالة جسدية اخوي بالدم انا واخوي وشقيقي اخوي بالدم بس في عندي كتير اخوي بالروح ربا اخي لم تلده لك امك امك ما كانتش امك بالروح ما كانت امي بالروح ولا ابوي بالروح قبل ما ميت عارف اشيك كتير وانو احده انو قلت له ما تزعل وما تندم هلأ عرفت قبل ما تموت اتعقدتي من الامومة عقدتك امك عشان كانت شخصية قوية ومتسلطة لأ كان فيه كنت حس انو دوري مش معون كان فيه جاهل بالبيت امي كاتوليك وبي ارتوكس بي اعمل كاتوليك تتجوز امي ودايما امي تحس انه هي خاطئة لانا اتجوزي لازم كون انا راهبة وما اتجوز عشت بفكرة انه فيه عايب وحرام مدفوته على كنيسة الروح بس على كنيسة الكاتوليك دقاتي بكنيسة الروح انتبه انتبه وصليته يعني عشنا بيخوف وفيه 99% من الشعب عايشها مثل السنة الشيعي كاتوليكي انت فيه شي غير هذا مش ممكن يكون العالم هاي ربيتي يعني تحت حاجات ما كانتش عجباكي طريقة ابوك ازاي تجوز امك امك ازاي تجوزت ابوكي اللي بيحصل ما بينهم فيه نوع من الاقناعة كنت شعرا انها كد خلفتلك عقدة داخلية انك انت ترفوض تكوني ام ترفوضي بنتك شوفي ما رفضت بنتي ولا رفضت بس عرفت اني تزواجت اول مرة تأهرب من البيت ومن المدرسة تزواجت تاني مرة تأهرب من بيه ومن اخوته انا وبالكنيسة تاني مرة عم بتجوز وقالت له نعم للاخورة كنت عم فكر كي بدي اهرب مريم نور فرضت قانون الصمت في الاستوديو النهاردة يعني انا ممنوعة من ان اتخطى بعض الخطوط الحمراء الخطوط الحمراء عندها فحتكون الحلقة دي على مقياس قانون مريم نور مش على مقياس قانوني انا انا حاعمل ايه؟ مش كري حبلع لساني؟ لا 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 ما تبلعي لساني حبلع لساني اخو نفس وهم شي اهل حبل انت عايزة لاي لا تحكي تعيث انت حكي من القلب انا مجاي ضيع وقت جاي يقول لهالعالم العربي في عنا هدية منها نشارك فيها نستخدم الاعلام للعلم قولي لي كنت في سوريا بتعملي ايه؟ بتقولي بتحضري الحاجة بتقولي بتحضري الحاجة شي شي مهم رح واجبتليكي هون جبتليكي هون شوفي في علم اليوم اسمه هولدا كلارك هولدا كلارك هي عميدة جامعة مكجيل يونيفرسيتي بكندا شافت انه ما في شيء اقوى من الانسان لكل دائم دواء والله هو الشافي هاي دي قال الانبياء فاذا الانبي معه حق نحنا تركنا الانبياء ونحقنا الاغبية تركنا الله لحقنا عبدالله وتركنا الرسول لحقنا البترول هاي دا في ناس بهالدنيا اوادم يا بنتي وعندهم صد واخلي هاي دا المرأة بتقولي تماني عيزتك ولا عيزة مصرياتك ثمان دولارات بتشفيك انت وبي بيتك ما تجل عندها وانا مش عيزتك وقدي انا ما بيسبوني ثمان دولارات ثمان دولارات يشفي مرض الصورة لح اخوة قديمك واحد طب قولنا اي دا تلحي ثلاث انواع اول شي لازم نعمل للعربي ان يقرأ هيدا كتابة هون وفي كتاب منعو يفوت على الأمي العربية طلبتو بيجي بعد يومايين اوكي ايش اي في انت ايد ثم اين بشوف الكتاب هلا بفرجة كيام بشوفو المشاهدين او شايفينه دولار ايش اي في انت ايد ثم اتس افا بيث هاي دي اسطورة تطلع الف دي اي ما صاري وتعمل فيها اسلاح وهلا تطلع رئيس الجمهوريه هيلاري كلينتون هيدا دي كور فورول ديزيزز بس العرب ما بيقرواه هيدا كتاب كبير هيدا بترك الكيه هاي دي هولدا كلارك وهيدا ديفي ديت تحضري وبتقلي كيف تصحي انت وبيبيتي أول شيء موجودين في المكتبات لحني عندي تعترفلي كيهون لا للناس موجودين المكتبات موجودين حطوا هولدا كلارك وبتبعتلكون يهون حطني بيت السلام دوت كوم بيجوكي على انترنت صدق عشتي التجربة وش فيتي بإرادة ربنا شوفي الإنسان بالتجربة يا بيعيش يا بيموت أو بتأويك الصدمة أو بتموتك أنا كنت 30 من عمري وأمي ماتت 47 وأمها 62 وأبوي طبيب يعني وقال انت مثل أمك كلهم متوا صغيرين أهل أمي عندهم سرطان وقلت أنا لأ قلت له للطبيب لأ أنا أمي آدم وحوة هيدا ما شيء بيجي بس تخافي كتير يا بتقولي لا يا بتفوتي يعني رفضت الموت وبفتكر كل إنسان اللي بيرفض وخفت أكيد كتير وواجع ضهر وخوف وكلهو ولكن شفت قدامي نور قلت لي إن إحنا أصلنا سامكة وجعلنا من الماء كل شيء حي من بعد ما إجعل الهواء وإجت ين يانك دكر وقنت إجيت الماي من الماي طلع حيات وإجيت سمك ومن السمك بلش يجوه على الأرض ومن الأرض بلش يجوه حيوانات وبلش الحيوانات يجي سعدين وبعدين بين السعدين والإنسان هو السر حد روحه بالإنسان فإذا آدم وحواء بمثلوا الله على الأرض هن الخليفة والمسيح وهي ما فهمتش حاجة كنت قلتها لي إن الحيوان برضو قادر إنه هو في لحظة تأمل أو حاجة شبه كده قلت لي ممكن يطور نفسه يبقى إنسان والإنسان برضو حيتطور أو حيتغير وحيبقى بست إدين ست صوابع سوري في الإيدين ست صوابع هلأ في كثير عم بيخلقوا وعم بيشلولهم نحن في عنا 12 كوكب فوقنا هلأ بعد وقت رح يصيروا هني عشرة بس هني 12 بده ينفصل هوا عشر كواكب هون في 2 مسارات 2 ميريديلز 1 2 3 4 5 6 7 2 9 10 11 12 مع الوقت عم بيطلع أصبع هون هلأ عم بيشلو فين حصل طلعوا شلو في كثير بأمريكا وحاول بين 2 ونك بنشلوهم أوات بلجر لازم يكون عنا نحن باتلنا هكذا دولة كلينا عم بيتغير دولة مش حالات شازة لا أبدا هيدا نظام كون الإنسان ما كان هيك شكله إذا بتشوفي ناس من غير كواكب وغير مجرات ما بيشبهونا شوفتي ناس من غير كواكب شي طبيعي بأمريكا وعندو المطار نبادة 51 وبيجوا على البيوت بيجوا الناس في بلبنان ناس أنا بذلك على شخص بتطلع لعندو بيحمينة وبيح برمينة شكله إيه أشكال بتختلف حسب الكواكب مشينيك خدوا نصف دينا كون من هذه الحميراء ستنا عائشة من كوكب فينس كوكب الحب في كتير أنا قلو أتبقوا الإمام علي وفيك نطول العالم الأكبر يعني هالكرة الأرضية تقمدين مليون شمس سيكون عندي كرة أرضية خديني على الدعاء اللي شكلوهم بني أدمين شكلوهم إنسان ايه في كتير جيبوا على أمريكا برنامج اسمه The Other Side شابوا وجو ناس بيشبهونا بس لما أنا شفت واحد بيحكي عربي بيحكي منت الأهل الجنوب كان بس وجو مربع حطوا اللي عم بيشوفنا R-A-E-L R-A-E-L dot O-R-G ريال ريال بلش من كم سنة يجيب ناس من غير كواكل وفي منهم كتير بيشبهونا ده اللي هو برنامج الجانب الآخر ايه نعم بأمريكا غيره بس هلأ ريال عنده موقع على الإنترنت وعنده سفراء وأمراء حول العالم وبيحكوا لغة عربية وبيحكوا كتير حب وسلام وهايك حطوا ريال وقروق طب لو في واحد موجود هنا في لبنان بمحمانة ليه الإعلام مش مركز عليه؟ اللي أنه قالوا عنه مجنون وأخوة أنا بدلك عليا وبتروح بتحكي خلاص أنا عايزة روح له ايه؟ لازم بقى تشوفه وبيتكلم لغتنا؟ هو شايفه كان هو مشلول وجو واحد من الباب دخل من اللحات حطت ايده هيك لهون ويقولوا عنه مجنون بس شفه أكيد في عوالم وخدوها وبيقولوا عنه مجنون بس شفه أكيد في عوالم تاني مثل نحن منقول بالمسيحية مارجلس ما بيت مارلياس على عربة مننا الخضر ما بيت في أسرار كتيري بالدين ما قدروا يقولون لنا إيها لأنه بيحسبونا بيحكونا على قدر عقولنا بس هلأ صار في الانترنت وصارت الأمريكيين عم تطلع المجرات عم بيشوفو في أسرار كتيري أذكى مننا الناس دولة ما حدا أذكى من حدا وفا بشكرك على السؤال هني مج أذكى وي أر ديفرن انتي مميز وانا مميز وي أر اول ديفرن وي أر اول يونيك ما حدا مثل التاني كل لحظة مننا مثل التاني مش هنيك بس تروحي تمضي بصمة ايد بقولوا هاي دي بتقولي ما حدا مثلك أبدا لقبلك ولا بعدك بيلقطوك من هاي أو بيأخذوا شقف من شعرك أو بيأخذوا السلايفا فإذا ما حدا مثلك لقبلك ولا بعد ما فيك في قلبي حدا دلوقتي بصمة العين يا حبيب ما حدا مثلك مش هين هيك وقتل بتلاقي ستات في الإسلام ما نبين إلا عيني بصيري قولوا لي هيدا هو الإسلام هيدا علمي كبير وقتل بتحط البرقع يعني ما بقت موجودة شيء زنوبا دي أنا مور تتطلع بعيونها عيون النور اللي فيها بواعي النور اللي فيك ممكن تحطي البرقع أكيد أنا بتمنى أتحجب يوم من أيام ولكن أنا بحب كاهن أرثوذوكسي كل مرة أميرة بيقول لي منك حاضرة يا الله بيقولك هو الكاهن بيقولك اللي منك حاضرة للحجاب ستة مريم حيارتيني كاهن بيتكلم على الحجاب هي موجود في المسيحية اسمها الحجة أنا كنت بحب تغير اسمي الحجة ما عطيوني بسفوري أجنبي اسم الحجة لأنه اسم إسلامي قلت لهم بالأرثوذوكس فيه بدي اسمين حجة بصير تاني أنا بحب تكون اسمي الحجة ما في اسم لأن أنت وأنا حجاج والله ما حجة إلا ناقتي وأنا وإعرابي من البصرة فإذا أن الناقة حجة نعم والعصفور بحج نعم كلهم بيسمحوا قعدت أدور على أوشو مين هو أوشو؟ ما حدا بيعرف حتى هو قبل ما مات قال ما تسموني ما قلي اسم مني اسم ومني جسم هالألوهية فيك وفيك لحو حتى صرته قدام سريرك بقلبي وين ما كان وصرته مش مبتسمة في صور مبتسمة في صور بتفزعي في صور شيطان صورة اللي قدام سريرك بتفزع أنت فزعتي أنا ما بلاقيها فزع هاي دا الجبار القهار بياخد كل بيلعب كل الأدوار بس أنت بدك دايما المبتسمين مثل العشاشة لا مانو هيك ما سيوم ريجن قتلوا لأنه حط علم بلال علم لا إله إلا الله علم المسيح علم الأكوان والأديان عمره تسع سنين أكتر شي بيسبوه العرب بيسبوه مريم نور عايشة دور خليفة أوشو؟ لا ماني خليفة أوشو ولا أنا بتمنى أكون خليفة الله أوشو إذا بتحبيه بقتله إذا شفت حدا على طريقك قدليه وقعت اللي قال سيدنا أوبكر ما نآمن بمحمد محمد مات ما نآمن بالله الله حي نفس الكلام بس بإناء مختلف طيب أنت شربت من هالكباية وأنا من هالكباية بس الماء من الله من الفناء مريم نور في عشرين ثانية فكري لي بس في سؤالي ده أنت مسيحية ولا مسلمة ولا أوشوية لا مسيحية ولا مسلمة ولا أوشوية ولا جسد ولا فكر ولا أنتمي إلى أي دين ولا إلى الكفر ولا إلى الإلحاد أنتمي إلى لا إله إلا الله تعرفت وفتت على بيت الأمير بندر بالسلطان وهو بندر ومرته هيفا يعني منهم أمره ما في ألقاب القلب ما بيعترف باللقب وفتت على هالبيوت وتعلمت كثير من الأغنيات ومن الفقراء وعبت رفيق الحريري ويمكن أنا من الناس اللي حبيت رفيق الحريري بحب مميز يكتب لهم كتب وصعدي اللي البابا كان صغير اللي بابا بس تبعاتي فاكس بيحب يشوفه وأنا ما بينسى ساعة كل النهار الساعة ثلاثة هيك نحنا الخدم عندهم لنا قعده وهو يعملنا قهوة أو شعر كنت بتقولي عليه من قبل ما يتوفر رئيس الحريري أنه عنده ابنه مميز كلهم بس في واحد عمره 12 سنة يكتب على الحياة أنا لا أملك شيئا بابي مفتوح للجميع بلاد الأغنياء مميزين يا وفا بس الخدم اللي حوالي اسمه إيه فكرة ما بعرف إذا فهر دوش ما بعرف صغير كان عيد ميلادك لحبيبة 12 سنة وأنا كنت أكتب على الحياة قال لي أنا قالت له مين كتب منهو قال لي أنا شفت كيف وهنا ليه لو أنت بتحب الحريري قوي أنت ضد المحكمة الدولية ليه لأنه أنا أحب الحريري مش كجسد أو كمسؤول ما كفكر الحريري هو أتل نفسه بنفسه لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لا تسقط شعره من رؤوسكم كنت اكتب له قال له يا خي يا رفيق الطريقة أنت بقترجع على قانة الجليل وتصيب صياد وتتصيد بشر ما كتب الله لنا بس مش أتل نفسه بنفسه ربنا تتكتله هيدا سمو الموت أتل نفسه بنفسه متل المسيح فصعد إلى السماء هيدا علم مرحلة مش هتفهمه مش هتفهمي ولا المشاهدين 99% مرح تفهمه علي بس وقت اللي بيقتل نفسه بنفسه يعني قتل حلو كثير هيدا العلم القتل هو القبول والقبول مثل علم القبلة يعني استسلم إلى الله لتكن مشيئتك أنت الوجود مثل نعلم كمال جملات عرف حاله الثاني يوم بد يموت ودع أهله قاله له شو قاله الرائح عند الرفيق الأعلى يلي معه ودعه أهليون وقاله منروح معه عارفة أنه حق بجي معلمي قال لي بدي قليك قلت له ما بريد قال لي كم شغلي وخفت قلت له مني قده بس أنت مش عارفة ما بدي أعرف أنا حبلي بس خلي في بشوف الفترة دي بنمر بأزمة خطيرة في لبنان خلينا أقول أزمة عربية وعلامية في كل الدول بنمر بيها أزمة الإرهاب جماعة فتح الإسلام اللي هم بعيدين كل البعد عن الاسم ده عاملين خراب ودمار وبنشوف على شاشة التلفزيون وعايشين نحن الوضع ده في لبنان الوحيدة اللي ولعت شامعة لفتح الإسلام كانت مريم نور ولعت شامعة بالتقليد المسيحي يعني أنت بتصلي لهم لا أنا ولعها لفتح الإسلام اللي هم بدي أدمرها أنا لوما أنا مجرمة ومزنبة وكافرة ما في فتح الإسلام لو ما في جعانين ما فيها الإجرام فإذاً بدي أرجع إلى حياة الخلفاء الجور ما صدق إنه خلفاء حقيقة إلى بيت المال كلنا عنا أكل وكلنا من نام وكلنا مرتحي وترجع وسائل إعلامنا تحكي عن الغفران والاستغفار ونرجع نقعد معهم هيدا مجرم لأني أنا حق علي نورتي شامعة علشان ربنا يهديهم نعم وينور بصيرتهم نعم ويرجعوا لطريق الحق نعم مش عشان الدمار والفساد اللي هما بيعملوا دلوقت لأنه هذا جاهل بلوموا ما بلوموا أنا بيجي ناس كتير بيسبوني ودنا نقتلكوا هيك بقلوا هيدا الامتحان ساعدني على هالامتحان حط فيي علم الأبدان والأديان هلأ ساعدني ببعت له إيميل يا كذا يا كذا برجع ببعت له برجع وقاتي بيكون ألطف بحس حالي ربح في واحد اسمه عبدالعزيز كم مرة هددتي بالقتل دايما تقريبا كل يوم في شي على الانترنت كنت بقول بتحبي جورج بوش وبتحبي بشار الأسد وهم الاثنين خطان متوازيان لا يلتقيان لا 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 ما بعرف في السياسة أبدا بس بحبوا بشوفوا بسيط بشوفوا يعني بيته كتير بسيط بالصدفة رح تبيت ساحبت قالوا لهم بيت بشار الأسد فيت عالبي الرئيس بشار الأسد حماكي منيك مش حمايني مش كده كنت مهددة بالقتل واستنجدتي بي لا لا ما أنا أصد حما بس يحميكي بس أنه هو صديق ومرته وبحبهم وكتبت كتاب وقدمت له إيه اسمه الرجل مريم نور شكرا كل البشر كلنا مهما اتمال العالم بالسوق بنقول أن أكيد في النهاية في خير وإحنا صغيرين الحواديد دايما في النهاية النهاية بتبقى سعيدة سوف بمصر نهاية سعيدة بكل أفلامكم إلا أنت إلا أنت بتقولي العالم دلوقتي النهاية شر عظيم قايا لكم اللهم عجل بالدمار الشامل وأعوذوا بالله لما تقولي على الحبيب أعوذوا بالله كلهم نعبر الدمار الشامل للعمار الشامل لحتى تشيل الجهل بتسمعي للناس مش كتير بسمع لهم بسمع لهم بقلبي إيه بس ما خطبتوا جاهلا على قدر عقولهم ما بجري بغيرهم أبدا بس بتعلم من المسبة والمحبة طيب خلينا نشوف الناس قالت عن مريم نور إيه هيدا تضيع وقت أنا بعتبروه بس ترضي المشاهدين أنا ما بسمع لا مش لأرض المشاهدي على شأن بدي أرض المشاهد بدي أرض الشاهد في فرق بين المشاهد أنا شاهد في فرق إنك تشاهدي أنا مني مظاهر أنا ظاهر يعني عايز أنا نشوفه أو ما نشوفه أنا ما بحب شوفه لأنه العنبي سب فيه بدأ ترجع له المسبة والعنبي حب بني المحبة لاحب القرار للمخرج عايز ينزل ولا عايز يعمل دليت أنا بطلب منك المخرج ما ترضي الجمهور قدر الشاهد وقت المسيح ومحمد وهالأنبياء كلهم رضيوا الله قالوا ما بدي إلا رضاك وبدعاء الطائف عم نرجمه بالحجار ما قال شو عم يحكم ما رد علينا نحنا قمت جهل فإذا أنا ما بدي أعمل برنامج ليك برنامج أنا خاص ومميز بالعالم عربي إنجليزي وجورج بوش كنت عم أقدم برنامج اسمه بيبعطي خبر بيقلي كتبي مي وي ترمت أنا بحبه بحب أخته هيدا الرئيس بيشوف برنامج بالإنجليزي يعني إذا أنتو بتحكوا إنجليزي قال لي مي وي تشوفي الأهل بقلت له ما زال مي وي أنا نحنو أنا نحنو هل أنا لك بتقريه بالعربي أنا 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 نحنو نحنو مثل الواو إلى علم قلت له فإذا لأ دورك عم تلعب بالحرب لازم تسمع لعبد العزيز سعيد عبد العزيز سعيد أستاذة مهمة كثير بأمريكا أصله سوري بس وفاء إذا بتشوفي ما فيك تحكي ما فيك تحكي اللي بعمرك بحبه تقافي بيعلم الإسلام الحقيقي بتقولي في حرب قريبة في لبنان شوفي هالحرب نحن عايشينا أنا عشت بالـ 58 بالـ 60 عشت حرب بلبنان وبعدنا عشت ما في سلام في حرب وتحضير حرب بتحضير الحرب بتفكري في سلام الحرب العالمية الأولى أجت والتانية أجت بسرها التالتة كانت لازم تجي بالـ 60 مغطنيها مغطنيها كلنا عنا هلأ أملة نووية لازم تجي بأسرع وقتها نرتاح لأنه هلأ بدا تجي بدا يصير في شوية ضحايا ولكن رح يكون فيه تفاهم حددت إن فيه حرب حتكون بين المسيحيين بالمسيحيين الحرب اللي بدا تصير من حرب دمار رح يقعدوا مع بعضه سليمان فرنجية وسامير جعجع لأنه سليمان فرنجية أول من سامح اللي قتله أهله سامير جعجع بيقرى الكتب أكتر مني هو بالحبس وهيدا رجال يعني مثل نيلسون مندلة أنا جبت له مكتوب من نيلسون مندلة أعطيه وعطيته لأمرته لستريدة كان إلو سني بالحبس قلت لعطيها الكتوب وعطي لي إيها المكتوب تأملي خير هالحرب بين الحرب والحب في حرف الشيلي الجنرال عون مش هيكون قاد معاهم لكي ما بيقدر إليك قداش الناس عم بتسبو بنفس الوقت بتحبو عم بيلعب دور بيقدر قول التلفزيون اللي عنده رح يكون مثل الناشونال جيوغرافي هالعلوم رح يحط فيها هالرجل صحيح حارب بس أنا بعرف أبوه ولا مرة بحار تحريك فيها تنسبا يوم كان كل مرة بده تطعم ولده وماما دائما يحط حليب بالبيت ويحط مصاري فإذا أنا ما بعرف أقوله كان من يعني قد يمكن انت عونية من عونية ما بنتمي إلى أي حزب وإلى أي طائفة وإلى أي علبة بنتمي إلى الأكوان إلى الأخلاق إلى العلم إلى الدين معاملي وأخلاق ما عندي علبة يعني ما بدي خوري وشيح مريم نور ضد التيار ولا مع التيار ما عني ضد ولا مع لأنه التيار حلو هيك وهيك لكن هيا مين وهايا صار بلا هيا ما فيها كلمة التيار هادي كلمة مجتمع ووجع مين شايفاء يصلح لرئاسة لبنان بتمنى ما يكون في رئيس جمهورية بتمنى يكون في مجلس شورى مين اللي سعى للآخر أنت ساعتي لمعرفة السيدة فيروز ولا هي ساعتي يا حبيبي هادي شرف إلي إنه هي دعيتنا دعيتنا إي وأنا ما صدقت بتلا إمي هيكي وتحبك كتير وصرت قراء من هيدا الكتاب اللي معي دايما بحمل فيه كلمات حلوة وفصير بقراء لديس فرانسيس قال له يا خيي الحمار وأنا عندي برنامج عن يو تي في أنا والحمار هذا صاحب ما والله ما حجة إلا ناقة ما عنا احترام للحيوانين قالفتي 12 كتاب هلا لحد هلا 12 إن شاء الله بقوله يا رب طويل بعمرية أترك لك 150 كتاب موجودين في المكاتب العربية لأنه دور النشر دور عهر رفضين ينشر الكتاب مش رفضين بالعكس بيتطلعوا كزا مليون من الكتاب ويعطوني ألف دولار ما بديها نزلتوا إن صدق على بيت الصلاة أدي إيه بقى معك فلوس الفلوس أنا الوحيدة في العالم العربي الذين جاهلوا بأنفسهم وبأموالهم سألوني كم مليار عندك وكم مليون أنا بملك بيت باللبنان وبالعالم كله قدمت إلى فرح العطاء بيمكن بيملك عشاء بس ما بيملك ترويئة وبعد مجعت ومعريت وحدا بيصدق بس شكرا لكل من تبعنا تحية مني وفاء الكلاني إن شاء الله لنلقاء الأسبوع الكي باي باي